السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابنا الأعزاء بدرس جديد من دروس الرياضيات للصف السادس الابتدائي نبدأ بصلاة على محمد وآلي محمد درسنا لهذا اليوم يتضمن الفصل السابع المجسمات أهداف درسنا لهذا اليوم أن يعدد الطالب خواص المكعب ويجد المساحة الجانبية والسطحية للمكعب يجد طول ظلع المكعب إذا علمت مساحته الجانبية ويجد طول ظلع المكعب إذا علمت مساحته الكلية أو المساحة السطحية لو ننظر إلى الأشكال المرسومة في المجموعتين لدينا المجموعة ألف والمجموعة ب المجموعة ألف تحتوي على ثلاثة أشكال تحتوي على ثلاثة أشكال والمجموعة باء أيضا تحتوي على ثلاثة أشكال هل يوجد اختلاف بين الأشكال في المجموعة ألف والمجموعة باء؟ لننظر للأشكال في المجموعة ألف والأشكال في المجموعة باء هل هناك اختلاف بين المجموعة ألف والمجموعة باء؟ طبعاً الاختلاف واضح الأشكال في المجموعة ألف تمثل مكعب والأشكال في المجموعة باء تمثل شبه مكعب كل شكل في المجموعة ألف يمثل مكعب وكل شكل في المجموعة باء يمثل شبه مكعب كل من المكعب وشبه المكعب يسمى ثلاث الأبعاد لماذا اسميناه بثلاث الأبعاد؟ لأن له ثلاثة أبعاد وهي الطول والعرض والارتفاع الطول والعرض والارتفاع لذلك يسميه بثلاث الأبعاد لو نأتي إلى شكل المكعب للمكعب ستة أوجه هذا هو وجه المكعب هذا يمثل لي وجه المكعب وجه المكعب يكون عبارة عن مربع لإيجاد المساحة الجانبية للمكعب نستخرج مساحة وجه واحد مساحة الوجه الواحد يقصد بها مساحة المربع نفسها مساحة الوجه الواحد يقصد بها مساحة المربع نفسها اللي هي طول الضلع في نفسه مساحة المربع طول الضلع في نفسه فمساحة الوجه الواحد هي نفسها مساحة المربع فلو أردنا إيجاد المساحة الجانبية للمكعب نستخرج مساحة وجه واحد ثم نضربها في أربعة هذه المساحة الجانبية أما المساحة السطحية المساحة السطحية تمثل المساحة الكلية للمكعب تمثل المساحة الكلية للمكعب أي أن المساحة الجانبية للمكعب هي مساحة وجه واحد في أربعة المساحة الجانبية للمكعب هي مساحة وجه واحد في أربعة لماذا قلنا في أربعة؟ لأن جوانب المكعب أربعة جوانب فقط جوانب المكعب لو ننظر إلى المكعب نجد له جوانب أربعة فقط فنقول بأن المساحة الجانبية المكعب هي مساحة وجه واحد في أربعة أما لو أردنا إيجاد المساحة السطحية للمكعب أو المساحة الكلية فهي مساحة ستة أوجه أي المساحة السطحية للمكعب هي مساحة وجه واحد في ستة لنأخذ مثال على المكعب أوجد المساحة الجانبية والمساحة السطحية لمكعب طول ظلعة خمسة سنتيمتر المساحة الجانبية يريد والمساحة السطحية أو قد يذكر بالسؤال المساحة الكلية إذا قال المساحة السطحية أو المساحة الكلية هي نفسها تمثلي مساحة المكعب بأكمله لمكعب طول ظلع هذا المكعب هو خمسة سنتيمتر خطوات الحل لنرسم هذا المكعب نجد أولا مساحة أحد الأوجه مساحة المربع تساوي مساحة الوجه الواحد هو مربع فإذا طول الظلع في نفسه بما أنه طول الظلع هو خمسة سنتيمتر إذن مساحة المربع تساوي خمسة سنتيمتر في خمسة سنتيمتر وتساوي خمسة وعشرون سنتيمترا وبما أن المساحة الجانبية للمكعب تساوي مساحة وجه واحد في أربعة أي وتساوي خمسة وعشرون سنتيمتر اللي هي مساحة الوجه الواحد خمسة وعشرون سنتيمتر في أربعة اللي هي الخاصة بالمساحة الجانبية للمكعب ويكون الناتج مئة سنتيمتر مربع أما المساحة السطحية للمكعب فتمثل مساحة وجه واحد اللي إحنا طلعناها خمسة وعشرين سنتيمتر مربع في ستة أي خمسة وعشرين سنتيمتر مربع في ستة وتساوي مئة وخمسون سنتيمترا مربع إذن المساحة السطحية للمكعب أو المساحة الكلية المكعب تمثل مئة وخمسون سنتيمترا مربع تمثل المساحة السطحية للمكعب لو أخذنا مثال آخر مكعب مساحة السطحية مئتان وستة عشر متر مربع جد طول ظلعة مكعب مساحة السطحية أي بمعنى مساحته الكلية مئتان وستة عشر متر مربع جد طول ظلعة أولا سنحاول بما أنه أنا عندي مساحة السطحية إذن لازم أوجد يعني عندي مساحة ستة أوجه من قال مساحة السطحية يعني المساحة الكلية يعني اللي منطينية بالسؤال هي مساحة ستة أوجه لأن المكعب بستة أوجه فأول شيء أحاول إيجاد مساحة وجه واحد مساحة الوجه الواحد أقسم على ستة أقسم المساحة الكلية اللي منطينيها بالسؤال تقسيم ستة أوجه حتى يطلع لمساحة الوجه الواحد في مائتان وستة عشر سنتمترا مربع تقسيم ستة أوجه تساوي ستة وثلاثون سنتمترا مربع هاي مساحة الوجه الواحد إحنا ماختين سابقا بالجذور التربيعية والجذور التكعيبية إذا طلب من عندي مساحة إذا طلب من عندي طول ظلع وأنا عندي مساحة أقدر أطلع طول الظلع بالجذر التربيعي يعني أخذ الجذر التربيعي للمساحة أطلع طول الظلع بما أنه أنا عندي المساحة ستة وثلاثين سنتمترا مربع فأخذلها الجذر التربيعي رح يكون طول ظلع المكعب يساوي تحت الجذر ستة وثلاثين سنتمترا مربع ويساوي ستة أحلل ستة وثلاثين إلى عواملها الأولية فرح يكون عندي الناتج ستة سنتمترا طول ظلع المكعب الذي مساحته السطحية مئتان وستة عشر متر مربع واجبنا البيت رح يكون حل تمارين سبعة واحد فقط تمرينان تمارين رقم واحد وتمرين رقم اثنان فقط من تمارين سبعة واحد الى هنا ننتهي لدرسنا لهذا اليوم شكرا لحسني اصغاءكم موسيقى